تمنى جلالة الملك عبد الله الثاني وسموه الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الإخوة والأخوات المسيحيين في الأردن وفلسطين بالأعياد المجيدة وتمنى جلالته خلال لقائه مع رؤساء الكنائس في الأردن والقدس وممثلين عن أوقاف وهيئات مقدسية إسلامية أن يكون العام الجديد عام خير على الجميع من جانبه قال سمو ولي العهد خلال اللقاء إنه وبرغم كل التحديات التي أمامكم نحي صمودكم وحفاظكم على المقدسات وقلوبنا دائما معكم منوها إلى حديث جلالة الملك بأن رعاية المقدسات في القدس هي واجب ديني من جهتهم جدد المتحدثون تأكيدهم على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس مشدين بمواقف جلالة الملك في الدفاع عن المدينة المقدسة ومقدساتها وجهوده في تعزيز قيم العيش المشترك وشارك في اللقاء الذي تم عبر تقنية الاتصال المرئي كل من غبطة البطريارثي أوفلوس الثالث بطريارك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردنية وفلسطين والبطريارك بيير باتيستيا باتسبالة بطريارك اللاتيني في القدس ومدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى فضيلة الشيخ محمد عزام الخطيب ومن رؤسائي وممثلي الكنائس الأردنية كل من المطران خريستوفورس عطلة مطران الروم الأرثوذكس والمطران ويليام الشوملي مطران اللاتين والمطران جزيف جبارة رئيس أساقفة فترة وفلادلفيا وسائر شرق الأردن لروم الملكين الكاثوليك والمونسونيور غازي خوري عن كنيسة المارونية والقمص أنطونيوس حنة عن كنيسة الأقباط والأب بن يمين شمعون عن كنيسة السريان الأرثوذكس والقصة الكنون فائق حداد عن كنيسة الفادي الإنجلية الأسقفية العربية والقصة عماد حداد عن الكنيسة اللوتري